أحياناً الناس مهمب على وجه واحد من ناحية السعادة والأنس والطرب فأنا ممكن أكون رجالاً صدر وصدر وصدر ولحية غانمة ويتقبل الجاي والرائح بس أنه والله ما كان للي مخالفتين بس ونجاي للإستراحة وطوب داخلاً عليهم أيه وجاينا صوب الاستراحة وفاجأة ألا واحد من العيالي رش في وجهي ما وأنا أول مرة أشوفه وأنا قبل شوي ما أخذين ستة ألاف مثلاً قطعت مثلاً إشارتين وإلا سويت لي أي مخالفة هنا واش تتوقع مني ردة فعل أنا عندي هنا وقت نفسي وشخصيتي كوميدية بس في ذا اللحظة أنا ماني كوميدية جاك في الوقت الخطأ جاني في الوقت الغلاط ولذلك أنا أقول أن الشخص متى يتقبل المزاح في مثل ذا المواطن إذا كان في إطار مهني بمعنى أني أنا غالبي في الإعلام كوميدي وحضرت عند مقدم وقال للمقدم ذبه أنا واجب عليه هنا أتقبلها لأن هذا الصورة التي أنا نقلتها له في الإعلام وحن الآن في إعلام تمام بس مثلاً أنا والله تشوفوني في الجوال مثلاً رجل وسيع صدر وفجأة تواجهني في حلاق تعطيني ذبه تصدم عيشتي يا أخوي أنا ماني بأنا أنا 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 إنسان يا رجل أنا مرات أكون من ضايق مرات أكون توني صاحي من النوم مرات أكون مني برايق و الأصل في الإنسان أنه يحاول يسع صدره قدر الإمكان لأن كل ما وسع الإنسان صدره و كل ما تقبل الناس بصدر الرحب جميل كان هذا مردوده على حتى جسده ترك ترتاح وتستانس ما يجيك ضغط ما يجيك سكر ما يجيك طال عمرك هم و قلق و توتر و أرق و اكتئاب استقبل طال عمرك بكل صدر الرحب ثم أيضا إن الإنسان يجب أن يعلم أنه لن يكون كامل لن يكون الإنسان كامل في مواقف أن تودك أنك ما وقفت فيها تدها عدد حتى في اليوم الواحد الله أكبر و إش ذا اليوم يرى يجي اللي مر علىنا كامل من يوم صلانا الفجر لين رقدناهم صلانا الفجر الثاني أبدا لازم يجيك فيه زلة لازم يجيك فيه إخفاق لازم يجيك فيه نوع من أنوع النقص في الصورة المثالية اللي أنت تحاول تزرعها في أذهان الناس عنك أنت هذه متعبة لك قبل تكون متعبة لتقبل الناس لك أحيانا يا رجل أنت يجب أنك تظهر بشخصيتك الحقيقية اللي فيها خطأ و فيها صح ثم أن الناس عظماء في مجالاتهم كان عندهم أخطأ و كان عندهم محاسن و على ذلك أفقص